في بعثة الاهلي معنا من هناك الزميل فاروق صلاح موفد قناة الاهلي اسألني يقول فاروق صلاح دباسي مضطر لك يلا عمي فاروق برحب بالأستاذ زبراهيم المنيسي وبرحب بالمهندس عبدالقيعي وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان تقد المهندس عبدالقيعي اختصر أمور كتير جدا احنا ممكن نتكلم فيها في كلامه ويعني اطلالته عن هذه المباراة أستاذ زبراهيم المنيسي برضو قلت مباراة تروح الفنينلة الحمرة وهي دي بالفعل اللي احنا محتاجينها في هذه المباراة طيب قولي يا فاروق الأجوان من أول ما تحركتوا مبارح تفصيلا كده للجمهور من أول ما تحركتوا من ملعب التيتش بعد التمرين لغاية الترانزيت في أسوان للوقود ثم معاودة الإقلاع الرحلة كانت قدية وأجواءها قدية حط الجمهور معك في الصورة كاملة قعدنا قد إيه في أسوان وهل اللعبة نزل الطيارة ولا لا يعني خليني ناخد الرحلة من البداية أستاذ إبراهيم بالفعل رحلة طيران استغرأت أكثر من 9 ساعات بدأت رحلة الطيران على متن طائرة خاصة طبعا ومجلس إدارة النادي الأهلي ودوروا توفير طائرة خاصة في هذه الرحلة لبعثة فريق النادي الأهلي كان في توقف لمدة 45 دقيقة داخل الطائرة في مطار أسوان للتزود بالوقود طبعا اللعبين لم يستطيعوا مغادرة الطائرة أو البعثة طبعا أنها تغادر الطائرة مكث الجميع في الطائرة لمدة 45 دقيقة ثم الاستمرار في الطيران نحو جونس بيرج وجنوب إفريقيا يعني على مدار الساعات في الطائرة أمور كتير جدا اللي احنا لمسينه مستر مارسل كولر على مدار 8-9 ساعات في داخل الطائرة يعني كل وقت تروح تعد على مستر مارسل كولر قاعد بيتابع بيتفرج على مباريات فريق سانداونز ليست المباريات في دوري أبطال إفريقيا فقط ولكن مباريات فريق سانداونز في الدوري في جنوب إفريقيا أحاديث جانبية الأستاذ طريق أنديل رئيس بعثة تفريق للنادي الأهلي وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي اللي بيتطمن بنفسه على كل فرد داخل بعثة تفريق للنادي الأهلي أجواء يسودها التركيز الحماس اللي موجود عند اللعابين زي ما حضرتك قلت أستاذ أبراهيم والمهان سعاد للقيعي هي مباراة شخصية لعبة النادي الأهلي وشخصية وروح الفنيلة الحمرة وده اللي احنا لمثناه على مدار يعني التسعة ساعات في الطائرة اللعبة كلها عارفة قيمة هذه المباراة حدثنا مع بعض اللعبين اللعبة يعني قالت مش هنفكر في مباراة القطن الكاميروني احنا تركزنا بينصب فقط على مباراة ساندونز وعارفين إنها محتاجين فيها نتيجة إيجابية محتاجين إن احنا نحقق الفوز في هذه المباراة لأنها أهم مباراة في مشوارنا هذا الموسم كان الوصول طبعا إلى مطار جوهنس بيرجي في تمام الساعة الثانية عشر بالليل طبعا كان في استقبال بعثة فريق للنادي الأهلي معالي السفير أحمد الفضلي سفير جمهورية نصر العربية لدى جنوب فريقيا اللي قام بدور في تنسيق كافة الأمور طبعا مع الكابتن سيد عبد الحفيز الأستاذة طريق أنديل الكابتن سامير عادلي يعني قبل قدوم بعثة فريق للنادي الأهلي كان استقلالنا لحافلة من جوهنس بيرجي إلى بريتوريا في طريق استغرق ساعة ونصف كان الوصول إلى فندق إقامة الفريق تقدر تقول يعني دقايق وكان تم تسكين اللعبين في كل لعب في غرفته مجهود كبير جدا بيقوم بالتقم الإداري في النادي الأهلي في تنسيق هذا الأمر ابتدى النهاردة طبعا يومنا أستاذ إبراهيم المهانس عدلي ابتدى بوجبة الإفطار اللي كانت في تمام الساعة التاسعة صباحا ثم وجبة الغداء اللي كانت في تمام الساعة الثانية ظهرا ثم التحرك إلى ملعب جامعة بريتوريا وملاعب جامعة بريتوريا واحدة من الملعب المميزة جدا هنا في بريتوريا وخلينا أقولك أن بريتوريا هنا هي معقل جماهير صندونز هي المكان طبعا اللي بتجمع فيه أكبر عدد من جماهير ماميلديو صندونز هنا بريتوريا الملعب اللي بيقدى عليها التدريب النادي الأهلي بتبعد عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي بـ 25 دقيقة في طريقنا يعني إحنا في طريق لملعب التدريب كان في ملعب لوفتس اللي هيستضيف أحداث اللقاء وبالمناسبة هو بيبعد عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي بعشر دقيقة واحد من أفضل الملاعب اللي هنا في جنوب إفريقيا وبالمناسبة هو شهد لقائين من قبل ولقاء يوم السبت إن شاء الله يكون اللقاء الثالث لقاء الأول كان في عام 2001 ومباراة الزهاب للدور النهائي اللي انتهت بالتعادل اللي جابي بهدف لكل فريق ثم مباراة 2007 اللي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق إن شاء الله العادة النادي الأهلي يكونوا قدرين على تحقيق الانتصار فهذه المباراة بإذن الله ثم طبعا التدريب الأول لفريق النادي الأهلي على ملاعب جمعة بريتوريا مستر مارسل كولر عقد جلسة مع اللعبين فيه قبل انطلاق المباراة طبعا اتكلم على أهمية هذه المباراة وحفز واشتغل على الدوافع النفسية دوره ودور الكابتن سيد عبد الحفيز والكابتن سامي ومصاند في هذا الأمر وخلق الدوافع وإزاي ننص تحضر شخصية النادي الأهلي وتجاوز الصعوبات اللي أكد عليها طبعا المهندس سعد للقيعي الصعوبات اللي انت تلازمة تأكد عليها وتتجاوز هذه الأمور وبالمناسبة طبعا أبا شماندي زي ما حضرتك قلت أن وجود معد نفسي أيضا وجود طبيب التغذية بالنادي الأهلي اللي كان لها حديث معاه طبعا يعني أثناء وجبة الغداء قال إن معظم الأغذية اللي بتناولها العيب للنادي الأهلي الأغذية بتساعد على زيادة نسبة الأكسوجين في الجسم اللي يضخ الدم بالنسبة للعبين كلها بتعتمد على المغنيسيوم الحديد النطارات طبعا ارتفاع المكان عن سطح البحر وأيضا نقص الأكسوجين وبالتالي كل الأغذية اللي هتناولها اللعبين حتى موعد المباراة وأثناء فترة إقامتنا هنا في جنوب أفريقيا كلها بتعتمد على العناصر اللي تزود نسبة الأكسوجين في الدم طبعا ويتعالج نقص الأكسوجين طبعا المران أمور كتير جدا يعني مستر مارس الكولر بيشتغل عليها في هذه المباراة طبعا المهندس عاد للقيع عارف أن احنا طبعا مش نتطرك لأي نقاط فنية أو خططية زي ما احنا متعودين لكن عايزة طمينك على حالة اللعبة اللي كانت مصابة خلال الفترة الماضية النهاردة طبعا عمر السلية بيؤدي التدريب بالكامل بطمينك على عمر السلية أيضا أحمد عبدالقادر بطمينك على أحمد عبدالقادر اللي قد التمران بالكامل أيضا خالد عبدالفتاح حسين الشحات شارك في جزء من المران وده طبقا للبرنامج الموضوع من الدكتور أحمد أبو عبلا بالتنسيم مع مستر مارسل كولر لكن من الغد إن شاء الله حسين الشحات هيشارك في المران بالكامل تقدر تقول إن الحالة الطبية بالنسبة لعب النادي الأهلي طميننا من خلال دكتور أحمد أبو عبلا على الجاهزية الطبية للعبين إن شاء الله تتبقى طبعا الرؤية الفنية لمستر مارسل كولر في هذه المباراة والاستعانة بأي من اللعبين عقب العودة طبعا من أداء التدريبات طبعا مستر مارسل كولر خصص في المران بعض اللعبين في فقرات على الكرات الثابتة للعب النادي الأهلي يعني بعض العناصر مستر مارسل كولر بيشتغل مع بعض اللعبين لإستغلال هذه النقاط في هذه المباراة عقب العودة طبعا كان مستر مارسل كولر في تمام الساعة السابعة والنصف عقد محاضرة بالفيديو مع اللعبين في هذه المحاضرة طبعا نتكلم على أمور كتير جدا عرب بعض الفيديوهات الخاصة بمباراة المقاولون العرب ومباراة السابقة للنادي الأهلي وأيضا مباراة المباراة الأولى اللي جمعتنا بين الأهلي وفريق ماميلي دي ساندونز كلم مع اللعبين على أمية هذه المباراة وضرورة التركيز على كل التفاصيل الصغيرة لأن هذه المباراة بتحسم على تفاصيل بسيطة ثم طبعا تناول اللعبون وجبة العشاء وسريعا خلد كل اللعب إلى الصعود إلى الغرف عايز أتكلم برضو أستاذ إبراهيم على الدور اللي موجود سواء من الجانب الإداري سواء من البعثة الإعلامية للنادي الأهلي اللي بتوصق كل الأمور بدءا من التحرك الوصول دور كبير جدا للبعثة الإعلامية للنادي الأهلي طبعا وإن إحنا نحط جماهيري النادي الأهلي في الحدث سواء من خلال شاشة قناة النادي الأهلي أو مواقع التواصل الابتماعي الخاصة بإدارة إعلام للنادي الأهلي تقد دور مهم جدا لو حضرتك حابب نتكلم أو قبل ما نفل هذا الأمر لا أنا عايزة أسألك بس حاجة أنا موجود عايزة أسألك على ثلاث حاجات موعد المباراة التقص المتوقع مدى الاهتمام الشعبي والإعلامي بهذه المباراة فضل يعني خليني أستاذ إبراهيم هاخد النقطة الثالثة أستاذ زياباش مهندس عادلي مدى الاهتمام الإعلامي والاهتمام الشعبي خليني أقولك برضو من خلالك ومن خلال قناة النادي الاهلي حصريا نحن نقول لهذا الخبر أن هوجو بروس المدير الفني البلجيكي لمنتخب الجنوب إفريقي اختار عشر لعبين من جانب فريق ماميليو دي سانداونز للانضمام للمعسكر المنتخب اللي هيكون في الأسبوع الأخير طبعا من شهر مارس هيخود خلاله مباراتين أمام فريق ليبريا يوم 24 و28 طبعا بينضمنهم أيضا بيرستاو لعب للنادي الأهلي الحديث الإعلامية اللي تكلموا على هذا الأمر ليه اختيار عشر لعبين من فريق ماميليو دي سانداونز كل الحديث اللي تم تناولته وسائل الإعلام هنا في جنوب إفريقيا أنهم حابين يقرروا فكرة وتجربة المنتخب المصري مع النادي الأهلي في كاس أمام أفريقيا 2006 أو 2008 أو 2010 لما كان القوام الأساسي كله من النادي الأهلي قالوا أن هذه الأمور بتساعد على الانسجام في المبين اللعبين استغلال الدفع المعنوية عند هذه اللعبين لذلك لجأ هوجو بروس المدير الفني لتكرار تجربة المنتخب المصري مع النادي الأهلي المسائل الإعلامية بتتكلم أن لقاء الأهلي مع ماميليو دي سانداونز أصبح واحدة من ثوابت المعتادة في دوري أبطال إفريقيا أصبح واحدة من كلاسيكيات دوري أبطال إفريقيا بالمناسبة أستاذ أبراهيم أن فريق سانداونز ليس من الفريق الفرق الشعبية اللي بتتمتع بشعبية جارفة هنا في جنوب إفريقيا نسبة طبعا إلى فريق أورلاندو أو فريق كايزر تشيفز ولكن مع حضور النادي الأهلي بيزيد الاهتمام طبعا بالمباراة لقيمة ومكانة النادي الأهلي الجميع بيتكلم أن هذه المباراة خلاص إحنا تعودنا عليها أن يتبقى مباراة في دور المجموعات لكن وجود النادي الأهلي وأن النادي الأهلي بيبقى دائما المرشح الأول للقب وحدة من الأمور اللي بتزيد من الاهتمام بهذه المباراة توقيت أو درجة الحرارة المباراة تكون في تمام الساعة الثالثة عصرا ونفس توقيت القاهرة أنا عايز أقول لك أن التوقيت في القاهرة نفس توقيت في جوانس بيرج المباراة تكون بتمام الساعة الثالثة بتوقيت البريتوريا نفس توقيت القاهرة درجة الحرارة أثناء توقيت المباراة تكون بين 30 ل33 درجة مقاوية طبعا تقرر المسؤولي فريق سانداونز أن هم يفتحوا أبواب المدرج أو ملعب لوفتس للجماهير مجانا وحضور الجماهير وبيتعمل حجد يعني الأمور كلها هنا بنشوف في حجد اهتمام كبير جدا بحجد الجماهير في حفل غنية طبعا يكون قبل المباراة من أجل حضور المزيد من الجماهير كل الأمور اللي الإعلام بيتكلم أن النادي للنادي الأهلي قمته ومكانته هي اللي بتخلي فريق مابيلو دي سانداونز أنه يزود من هذه الأمور يكون موجود عدد كبير جدا من هذه الجماهير في هذه المباراة طبعا عايز أقول لها داك على نقطة مهمة جدا أن طاقم التحكيم السنغالي يعني تم بتحديد طاقم تحكيم السنغالي بالكامل لإدارة هذه المباراة طبعا بقيادة عيسى صاح حكم الساحة هيعونوا الحج مالك دا مساعد الأول ونوها بنجورة المساعد الثاني والحكم الرابع ألبرت ديوف ويعني الطاقم دا كان أدار لقاء فريق الزمالك أمام شباب بلوزداد في الجولة الأولى من دور أبطال الأفريقية الأجواء واللي احنا لمسينه بقى أيضا من اللعبين اللعبة مركزة جدا يعني في هذه المباراة نتمنى أن الأمور تنعكس على أرض الملعب ونشوف مردود دا في أرض الملعب لعيبة الأحاديث الجانبية كل اللعبين عارفين قيمة وأهمية هذه المباراة حدثنا أيضا مع بعض المصريين المقيمين هنا في بريتوريا الأجواء قبل قدوم بعثة الناد الأهلي هدوء تام في بريتوريا مع وصول بعثة الناد الأهلي حالة من الانتعاشة بيعيشها هنا مدينة بريتوريا لوجود الناد الأهلي الجميع في أي مكان عارف الناد الأهلي كتير جدا من الجماهير طبعا اللي بتشجع فريق أورلاندو أو كايزر تشيفز طبعا بتتمنى الفوز للناد الأهلي وبترشح الناد الأهلي للقب أمور طبعا أستاذ إبراهيم يا بشمانس عادلي نتمنى إن شاء الله نشوف مردودها في أرض الملعب من جانب العبل للناد الأهلي اللي بتطمنك إن شاء الله أن هم يكونوا قادرين إن شاء الله على تحقيق نتيجة أجابية في هذه المباراة طيب البرنامج بكرة إيه يا فاروق يعني خلينا أقول لك أستاذ إبراهيم إننا جدا بمشيئة الله طبعا برنامج الفريق هيكون فيه تناول وجبة الإفطارة هيكون في تمام الساعة التاسعة ثم الاجتماع الفني لهذه المباراة هيكون في تمام الساعة الثانية عشر زهرا ثم هيكون أداء صلاة الجمعة في مقر إقامة فريق للناد الأهلي ثم التوجه إلى ملعب لوفتس هيكون المؤتمر الصحفي الخاص بمستر مارسل كولر المدير الفني للناد الأهلي ورولاني مكوينة المدير الفني لفريق مابيلدي ساندونز ثم هيكون التدريب الأساسي للناد الأهلي على ملعب لوفتس اللي هيستضيف أحداث اللقاء هيكون في تمام الساعة الثالثة طبعاً لزي ما قلت لحضرتك أن الأستاذ بيبعد عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي بعشر دقائق وهيكون ده طبعاً التدريب الأخير للنادي الأهلي على الأستاذ الأستاذ في أحداث اللقاء خلينا أقولك أن الأستاذ ده بيتسع يعني تدرب بالتحديد و51 ألف متفرج من المنتظر حضور جماهيري هتجاوز الـ 25 أو 30 ألف ومن المنتظر أنه يعني امتلق بالـ 40 ألف أو تكتمل السعر الرسمية للملعب لوفتس بكل جماهير فريق ماميلوديو سانداونز اللي زي ما قلنا بيتعمل شحن وحجد جماهيري كبير جداً طبعاً وتوزيع تيشارتات خاصة بفريق ماميلوديو سانداونز على الجماهير تلاقي الإعلان بتاع تذاكر المباراة تم إدارة فريق ماميلوديو سانداونز اشترت كل التذاكر طبعاً تعرف زي ما صرح لنا معالي السفير أحمد الفضلي أن الاتحاد الأفريقي بيقرر وجود تذاكر لأي مباراة إدارة ماميلوديو سانداونز اشترت كل التذاكر ووزعتها مجاناً على كل الجماهير نتمنى أن العامل دي كلها تكون إجابية إن شاء الله لصالح لعب للنادي الأهلي اللي إن شاء الله هيكون في كامل تركزهم أنا بطمّن حضراتك جداً بشمهندس بطمّن أستاذ إبراهيم المنسي بطمّن جماهير للنادي الأهلي إن شاء الله لعب النادي الأهلي يكونوا قادرين إن شاء الله على تحقيق الانتصار في هذه المبرأة إن شاء الله تعالى يا فاروق عندك أي إضافات تانية في الأجواء بتاعت البعثة مع الأستاذ طريق أنديل؟ يعني أنا عايز أقول لك أن الأستاذ طريق أنديل في كلامي معه أن الكابتن الخطيب تابعه طبعاً بيتابع كل كبيرة وصغيرة اللي اطمئنان على بيعثة فريق للنادي الأهلي أستاذ طريق أنديل اجتماعاته مستمرة مع معالي السفير أحمد الفضلي اللي تؤمن على كافة الأمور التنصيق للترتيب أيضاً عايز الترحيب اللي بنشوفه برضو هنا من المسؤولي البعثة من المسؤولي للصفارة المصرية من جانب الجماهير اللي موجودة تيسير لكافة هذه الأمور اللي نتمنى تستمر إن شاء الله اليوم المباراة قيمة النادي الأهلي ومكانته أعتقد أستاذ إبراهيم بتبقى بالنسبة لنا في أي مكان بنروح بنتكلم على قيمة ومكانة النادي الأهلي كتير جداً عارف يعني إيه النادي الأهلي عارف يعني إيه قيمة مكانة النادي الأهلي عارف إزاي يستضيف النادي الأهلي عارف يعني إيه النادي الأهلي أعتقد تبقى أسئلة كتير ورسائل كتير بنتمنى إن الجميع يقدر هذا الأمر في جنوب أفريقيا الجميع بيتكلم على النادي الأهلي بيتكلم على تجربة النادي الأهلي وتجربة المنتخب المصري بيحاولوا يقرروا هذه التجربة أعتقد ده إرث كبير جداً وميراث من النادي الأهلي بأن احنا نشوفه ونشوف التجربة صنعها النادي الأهلي ومع المنتخب المصري بيحاول هوج بروس المدير الفني المنتخب جنوب أفريقيا أنه هو يقررها مع المنتخب جنوب أفريقيا فاروق بنشكرك على هذه الإضاحات الكاملة وشكرا جزيلا لكم ونتواصل معك دايما في كل التفاصيل